نصلى عنها ببقى ونبدأ بسم الله فيلمنا بيبدأ في مينا في انجلترا سنة 1897 ووقتها بيشوفوا سفينة العصفة رميتها عالشط بالعرض ومش بس كده يا عزيزي دي كمان كانت مهجورة ومفعش اي مخلوق وكل اللي لقوا فيها كتاب الكوبتون وده كان بيكتب فيه اللي بيحصل في السفينة بالزبط وعشان نعرف اللي حصل بالزبط هنرجع مع بعضين اربع اسابيع وساحتها كانوا في بلغاريا والراجل ده كان معه سنة دي خشب وموديها المينة لسفينة اسمها ديميتر والمفروض يا عزيزي ان السفينة دي هتنقل السنة دي لانجلترا والرحلة المنايلة بستين نيلة دي اخر رحلة لها بس السفينة كان مقصها عمال بحارة يعني وده بيكون الكوبتون بتاعها وكان معها حفيده الصغير توبي ومساعده اسمه تشيك وانتشر الخبر في المينة انهم عايزين رجالة مقابل دهب وتشيك ويف ونقى ثلاثة من الناس اللي عرضت نفسها عليهم وكان من ضمنهم واحد اسمه كلايمينس وده يا عزيزي بيكون دكتور بس دكتور شاطر وقبل ما بيتحركوا بالسفينة بيطلبوا من الراجل اللي جاء بالسنة دي يساعدهم هو ورجالته عشان يعني رفعوه على السفينة بس الغريبة بقى ان الراجل رفض وقال لهم انه لازم يمشي قبل ما الشمس تغيب وراحوا رجع لهم الدعب اللي كانوا عايزين يرشو بيه وقال لهم خلوهولكم وربنا معاكم في الرحلة دي وكان كلامه شكله ما يطمنوش كده عزيزي المهم هنسيبنا منه دلوقتي وهم بيطلعوا السنديق واحد من التاتة اللي انضموا للطقم شاف علامة التنين عالسندوق والراجل اول ما شاف العلامة خاف ومنخفه ساب الحبل والسندوق كان هيقع على توبي بس كلايمينس بيلحقه في اخر اللحظة والراجل ده اتخنق مع القبطان وقال له انت ما قلت ليش ليه على سنديق التنين دي انا عارف العلامة دي كويس دي علامة شوق ما بيجيش من وراغر البلاوي خدوا دهابكم انا مش عايز منكم حاجة ومع نفسوكم بقى في الرحلة المهببة دي وفي هي جدعان حد يفهمنا وسبهم ومشي وبعدها الكبطان بيشكر كلايمينس على انقص حفيده توبي وبياخدوا بعضهم وبيطلعوا السفينة وبيبداعوا رحلتهم والراجل ده كان واقف بره وبصص عليهم وكأنه بيقول لهم المركب اللي بتودي ما بترجعش والدنيا يا عزيزي في الاول كانت طبيعي وقشت صباح الفل وتوبي بيعرف كلايمينس على طبخ السفينة وبيوريله الحيوانات اللي هيكلوا منها في السكة وكان معاك كلب بتاعه في الوقت ده كان الكبطان بيكتب كل اللي بيدور على السفينة زي مذكرات يومية كده وبالليل كان كلهم نايمين والفران كانت واخدر عيتها على الاخر بس فجأة بيحسوا بحاجة مش طبيعية وكلهم بيجروا كأنهم شافوا حاجة في الوقت ده كان فيه صندوق من السنة دي بيتفتح لوحده والصبح وهم بيفطروا الكلب بتاع طوبي بيحس بحركة عند الحيوانات وبيفضل يهوهو والحيوانات كانت بتعمل صوت كأنها خايفة من حاجة وطوبي بينزل عشان يشوف الحكاية وبينزل معا كلايمينس بس ما كانش في حاجة عندهم وفجأة موجة عالية بتغبط السفينة وبعدها سمعوا صوت خبطة في المغزن ولما داخل كلايمينس يشوف الدنيا لقى صندوق من السنة ديق ويقع وكان فيه زيتينة كده وكمان يا عزيزي بتظهر بنت مغمى عليها وكان باين عليها انها تعبنة جدا الله بقى طب ما حلوة السنة ديق يا جدعان تلعب بالجبن سوان وبياخدها على برا وبيقولهم ان هو يعالجها وهينقل لها دم بس هما كانوا خايفين منها وفاكرينها عندها فيروس فران وانها ممكن تعديهم بس كلايمينس ما كانش عايز يسيبها وصمم ان ينقل لها دم وقالوا انها اكيد استخبط عشان تعرف تسافر وبيقول للقبطان يقفوا في الميناء الجاية عشان ينزل البنت تكمل علاجها لكن محدش بيوافق وبيقولوا تشك ان مفيش حد مستعد يضيع مكافته عشان البنت دي وانهم مش هيقفوا غير في انجلترا وبيسيبتوه بيقعد جنبها وبيطلع لبقى الرجالة وواحد فيهم بيقولوا ان وجود ستة على السفينة ده فالوحش وكده الرجالة مش هكون مبسوطة يا ابن هو في فالحسن من كده اخدها اسباحة بقى الطريق وقالوا لو احتجتني غبط لعى السفينة هي كلها خشب وموصلة بعضها وبعد شوية بيمسك المنزار وهب بيشوف قدامه شخص مخيف بس فاجأة بيختفي وبيقول لكلايمينز ان السفينة دي مش مصبوطة وحس ان فيها شر كبير في الوقت ده الكلب بيحس بحاجة مش طبيعية ولما بيدخل جوه مبيطلعش تاني ومش هو وبس يا عزيزي لا ده كل الحيوانات اللي كانت على السفينة بقبوشين كده وحد شرب من دموهم والكل كان مصدوم من شكلهم وما كانوش عارفين المصيبة اللي هتعصل لهم حتى الدكتور ما كانش مرتاح لشكلهم وكانوا شكين ان ده فيروس من الكلب وتنقلهم بس الدكتور بيقولهم ان لو فعلا فيروس كان لازم الاول يعضوهم وفي منهم اللي شك في البنت اللي لقوها بس الراجل ده بيقولهم ان السفينة دي فيها شر كبير وهو اللي عمل كده في الوقت ده بيظهر كاعن غريب وكان بلبوس وشكله تعبان ما عرفش احنا نخاف منه والله يصعب علينا ده ولا ايه المهمة في نفس ذات الوقت البنت كانت بتتقلم والصبح بيرمو كل الحيوانات في المية وكده الاكل قل وما كانش فيه اكل يأكلوه وكلايمينز كان لسه شغال بينقل دم للبنت وما كانش فيه اي تحسن وبالليل كلايمينز بيشوف الطباخ وكان قاعد بيكلم نفسه وبيقوله ان السفينة دي كانت مليانة فران ودلوقت الفران اختفد وانها معروفة السفينة من غير فران حاجة مش مألوفة خليك فاكر كلامي انا مش متطمن الناحية التانية باعي عزيزي الراجل ده كان قاعد لبي ولا عليه وكل اللي سمعه صوت وبالرغم كل اللي بيحصل في السفينة ده فدوله كان واكله وقام يشوف الحكاية وبيلاقي الكائن ده جاي عليه وبيسحف وفجأة قامه جاب رقابته مش يطلع يجري لا كان مستغرب بس نسيبه بقى دلوقت عبال ما يخلص شرب عشان ما نعملوش ازعاج وبعد شوية كلايمينز بيطلع عشان يقعد معاه لكن ما بيلاهوش وبيلاقي صندوق التهوية ده مكسور وسكنت ووقعه في الارض فبيجري بسرعة وبيرن جرس الانذار والصبح بيتجمعه وبيخمنه انه شرب كتير ووقعه في البحر من عالسفينة بس ويتشك انشاكك في كلايمينز وبيقوله وانت ايه اللي طلعك بالليل معلش كلايمينز قاله اه انا اللي قتلته وبعدها مسحت كل الدم ده ونضفت كل حاجة وكمان سبت السكينة في الارض لأ وبعدها جريت وضربت جرس الانذار اقولك قول اللي تقوله الحكاية مش ناصاك عم الحد في الوقت ده بتفوق البنتة اخيرا وكان اسمها انا وبتقولهم انه هو هنا وانه هيقتلهم كلهم وانه كمان هيشرب من دمهم هو مين يا بنتي الكل كان مستغرب من اللي بتقوله وكلايمينز بيجري عليها وبيهديها وبعدها بينقل لها دم وبتقوله ان في قريتها فيه شر والشر ده كان قاعد في قلعة قديمة عالجبل وهم سموه دراكولا وهو جسم انسان بس هو مش انسان وكان بيعمل زي الحيوان بس هو مش حيوان وكان بينزل كل ليلة يتغزى عن الناس وانها عرفت ان كبار البلد عملوا معا صفقة عشان الباقي يعيش في امان وان دراكولا اخدها معا عشان يمصمص فيها طول الطريق وبتوريله جسمها واثر العد اللي على جسمها وبالليل الكائن ده بيظهر لواحد من رجالة بس المرة دي قرر يشتب من دم اتنين مع بعض ياكلوا يحل يعني وبدأ يلعب مع بعض الرجالة وبيخبط لهم على المركب وكاينه الراجل اللي برا بيندع لحد منهم والراجل يعيني ما كانش فاهم الخبط ده جاي منين وشوية وبيجيلوا صاحبه وبيسأله بتخبط ليه عمل حاج بس فجأة بينزل دراكولا وبيضرب واحد فيه والتاني كان متنح وخصوصا لما دراكولا بصله وتحكله وبسرعة بيجري منه والعاصفة كانت بتسوق وطبعا مفيش حد عند عجلة القيادة والموج بيود السفينة يمين في شمال والكل بيصحى من النوم ولما طلعوا يشوفوا من اللي عند العجلة ما بيلاقوش حد الله بقى فين يا جماعة حودة وعلاق كانوا هنا وفضلوا يا عزيزي دوروا عليهم لحد ما قدروا يوصلوا الواحد فيهم وكان معضود وعمال يتقلم وتأكدوا انه فيه لعنة على السفينة وحودة وهو نايم بيتقلم الكوبطان بيؤمر ان في كل وردية يقف اتنين رجالة بسلاح وكمان امر ان السفينة كلها تتفتش وطبعا كل اللي بيحصل ده والكوبطان بيكتبه وفعلا الرجالة بتالت تفتش السفينة بس طبعا ما بتلاقيش حاجة في الوقت ده الكوبطان اخد توبي وقعاده في القوضة عشان كان خاف عليه وحودة يا عزيزي بتجيله تشنوكات وفجأة فتح عينيه بس كان اتحول وامل مكانه وتوبي كان سمع صوت بر وطلع من القوضة وشافه بس لما قرب منه وشاف منظر عينيه اختخفه وطلع يجري وحودة راح وراه وكان قوي جدا وتوبي كان قفل عليه الباب وهو كان شغال يخبط بدماغه في الباب وتحت بيسمعه صوت خب وبيطلع توبي اللي كان بيستنجد بيهم وبسرعة بيطلع كلها من زعلة فوق وبيشوف حودة واللي بيعمله وعرف ان مخه مش فيه حافظ مش فاهم يعني وفي الاول فدل يندع عليه ما كانش عايز يقتله بس حودة هجم عليه ورجالة جاتوا انقذوه وبيشوفوا دراكلة عند توبي في القوضة وحاولوا بسرعة يفتحوا الباب ويلحاوه لكن للأسف كان دراكلة عده وانا بتدي الباب طلعه وبتفتحه ولما دخلوا لتوبي كان مغمى عليه واخدوا كلايمينز ونقلوا دم من جده بس الولد كان جسمه ضعيف جدا وكانوا رابطين حودة على سطح السفينة وكان بيتكلم معهم عادي وبيقولهم انه سامع كل حاجة حواليه حتى صوت الدم اللي بيجري في عرقهم لكن اول ما الشمس طلعت بيتفاجوا انه هو بيتحرق وطبعا يا عزيزي وقتها ما كانوش يعرفوا حاجة عن دراكلة وكانوا اول مرة يشوفوا الكلام ده وكلهم كانوا في حالة صدمة وكلايمينز بيعرف ان توبي حيحصل له زي ما حصل لحودة وبيسألوش معنى البنت ما حصلهاش كده قال لهم ان جرح توبي كان اعمق وانه فقط دم كتير اما انا كان بيشرب منها على مهله كان بيماصمص يعني وده عشان تكفيه لحد ما يوصل للندن وبيتفقوا ويدوروا عليه ويقتلوه قبل ما يوصل للندن ويقتل الناس كلها اللي هناك وانا وكلايمينز بينزلوا المخزن عشان يدوروا عليه وعا السطح الطباخ بيدرب حماده اللي معاه وبياخد قرب النجاء وبيهرب اما تحت بيلاه صندوق خشب غريب وبيتفتح بقفله معين وكان جواه قزارة كده ودود كتير وبيعرفوا انه هو ده المكان اللي بينام فيه بس برضو ما لقوش دراكلة وكمان بيعرفوا ان السنديق دي كانت ترايحة دير في لندن ومن شخص مجهول ودراكلة يا عزيزي كان عند الطباق الصراحة كان عنده اصل مارديش يخليه خنهم وياخد القرب منهم فرحم خلص عليه ورجع لهم القرب تاني دراكلة اصيل والسبح توبي كان مال وده من الحاجات اللي قصرت فيهم جدا وكانوا هيرموه في البحر لكن يعيني جده بيقولهم انه شافوا بيتحرك وجري عليه وشال الغطى من على وشه بس فجأة بيهجم عليه والشمس بتيجي عليه وبتحرقه وكمان بتحرق جزء من وش جده وكان فاضل بس يوم واحد ويوصلوا لندن وما قالوش عايزين دراكولا يوصل للمدينة فبيتفقوا يعملولو فخ كلهم مع بعض وانهم يغرقوا السفينة وهو فيها والقطة كانت اني انا هتقف على عجلة القيادة وده عشان هي الوحيدة اللي بتحس بدراكولا وانهم هيكونوا مستخبئين ومسلحين واني اول ما يروح لها هيقتلوه وبعدها هيغرقوا السفينة بيه ولما دخلوا يقولوا لوك كوبتان بيرفط وبيقولهم ان دراكولا قالو لما يوصل لندن هيرجع له حفيده تاني وكان عايز يقتل كلايمينز لكن انا بتدخل عليه وبتقوله انه مسيطر على دماغه وانه هو بيدحك عليه وبتديله سلسلة توبي وبتقوله يسيب جسم توبي يتحرر وبلاش يبقى تحت سيطارة دراكولا وفعلا جده عالي بيفوق لنفسه وبالليل بيعملوا الفخ لكن بيلقوا الضباب ملء المكان وما كانوش شايفين اي حاجة وانا بتحس بيه وبتقول لكلايمينز انه عارف الفخ اللي هيعملوه فيه ودراكولا كان اقوى من الاول هلا بقى الراجل تليه له اجناحة انا مش حارف كان بيمص في دموهم دا ولا كان بيشد ريتبول تحت وفادل يصطاد فيهم يا عزيزي واحد واحد وكان شكله مرعب جدا وعد الكوبتان وربطه على سطح المركب وما كانش فاضل غير كلايمينز وانا ولما وصل للكوبتان كان للأسف مات هو كمان وكلايمينز فدل يزعب في دراكولا وقال له انه مش خايف منه وانه مش هيسمح له يوصل للندن وبيزهر له دراكولا وبيفرد له جناحاته وهبا بيهجم عليه وقبل ما يشرب من دمه بتضربه انا طلقة بس ما بتأسرش فيه وبيروح نحياتها وبيقفل عليها بجناحاته وكلايمينز بيروحه وبيغزه في جناحه وبياخد انا وبيهرب بس المعلم ما سبهوش واخده قبل ما يمشي وبيرفعه فوق وكلايمينز بيقوله انه مش خايف منه دراكولا قاله وما تقلقش حمادة هتخاف مني يعني هتخاف وبيفتح رقابته بضفره وده عشان يشرب من دمه بس انا بتنقزه على اخر لحظة وبينطه هما الاتنين في المياه ودراكولا بيتزنق في المركب بس ابن الورمة ببيموتش وعالشط بقى بيشوف حارس المنارة ان فيه سفينة جاية عليهم بالعرض وكانت من بهدلة على الاخر فبيبلغ الشرطة بسرعة ودي عزيزي اول حتة في الفيلم لما لقوا السفينة وكلايمينز وانا كانوا لسه في المياه بس انا كانت خلاص بتتحول وقالت له ان يروح هو وهي هتفضل في المياه لحد ما الشمس اتموتها يعني وده عشان ما تتحولش وهي جنبه واول ما الشمس بتطلع بتتحارق وكلايمينز بيوصل على لندن وبيسأل عن الدير اللي كان دراكولا رايحله بس وهو قاعد شاف العصايا اللي كانت في صندوق دراكولا والمعلم كان قاعد وبيدبدب بيها عالارض وكان شكله قرب من شكل البناء ادم يعني المعلم ماضيها مصمصة من ساعة ما راح لندن وكلايمينز بيحس بألم في الخربوش اللي خربشهله وكأنه عايز يفكره يعني انه هو اللي علم عليه بس كلايمينز بيوعد كل الناس اللي ماتوا انه هيجيب حقهم منه يعني بيقولوا ان في جزء تاني وبيخلص في الميناء على كده ما تتنساش بها اللايك وتقول لنا رأيك في كمين واشوفكم الفيلم الجاي